الفضيلة التانية ان كان عنده حاجة اسمها وضوح الهدف او مش بينسى الهدف بتاعه يعني ايه؟ يعني عارف هو خرجت رهب الليه هو جاي البرية ليه؟ عشان خاطر خلاص نفسه ففكرة خلاص نفسه ديه ما غابتش عن حياته للحظة كان دايما كان دايما خاطت باله فكرة خلاص نفسه فكرة انه ياخد باله من نفسه لدرجة انه ليه مقولة جميلة جدا كان بيرددها على نفسه كتير وتصلح ان احنا نستخدمها لحياتنا احنا كان دايما يقول كده تأمل فيما خرجت لاجله يا ارساني تاني يقول تأمل فيما خرجت لاجله يا ارساني يعني ايه؟ يعني يفتكر دايما وفكر دايما انت خرجت من الاصر بتاع الملك وجيت الصحرة دي ليه؟ يمكن السؤال دوت كان سر نجاحه وسر تقوى الشديد ان السؤال ده واضح قدامه اقول لحضراتكم الانسان اللي قدامه هدفه واضح الحقيقة مش بيتوه بيعرف يوصل صح يمكن انا وحضراتكم اوقات كتيرة بيتوهب مننا الهدف بتاعنا بيتوهب مننا خلاصنا بيتوهب مننا ابديتنا لكن القديس ارساني وسكنديني واضحة قدامه لان كان حاطط المقولة الجميلة بتاعت تأمل فيما خرجت لاجله يا ارساني دائما ترجمة نانسي قنقر